بالنسبة الى الخضار الموسمية احيانا انصح بان الزبون يبحث عن الخضار الموسمية او الفواكه الموسمية حي الحمضيات مثل الافندي مثل الابو سرى المصري والسوري يجدرى الاحين هذا افضل حاجة مو مخزف يكون الاسعار يعني زهيدة او متداولة بين الكسب عندك مثلا الفراولة حين تتخذ فراولة الجوافة هذه الاسعار حين الكستان الشيسنت حين هذي انا انصح بكل الزبون ان يركز ياخذ على هذه الاسناف هي هذه الاسناف الموسمية مو مخزنة ولا ان هي ايضا اسعارها مرتفعة دائما اسعارها متداولة فانا انصح بهذه الاسعار حاجة او عدل اسعار متناولة جميعي يعني خاصة اسعار خضار لان الحين موصل الفضار عندك له الفضار الاردنية وصلنا واسعارها متناولة جميع عندك الاسعار السعودي بعد الفضار السعودي باسعار السعودي مع خضار سبعة كيلو سبعة كيلو ونص دينار ونص عندك المثلا كان مرتفعي شوي زين اليوم بعد نزلت أسعار اليوم بعد دينارين ونص عندك الليمون الغابت كان على دينار عندك مثلا الكلمانتينة من الكواغل الكلمانتينة أسعارها بعد كويسة اليوم أسعار الكلمانتينة 15 ريال أو دينار ونص السبعة كيلو إلى دينار سبعمية سبعة كيلو ستة كيلو إلى سبعتين البرتقال أسعار دينارين اثنين دينارين ومئتين البرتقال لمصري تدعى برتقال سوري يبيعوا بأقل دينار سبعمية حتى لكم الجوافة الربطة دينار سبعمية يعني الكارتون يمكن يطاعدها 8 ريال أو 9 ريال هاي الأسعار العامة مثلا عندنا شنو بعد أسعار مثلا لابون أسعار التناول الجميع عندك بعد شنو من أسعار هاي الأسعار موجود البطاطا البصل أسعار بعد ناس البطاطا 20 كيلو يمنية بأربعين العشرة كيلو دينارين عندك له البصل بعد 30 كيلو البصل يمني لنباع في السوق بأربعين بأربعة دينار عدنا البرتقال قلنا بعد شو عدنا اي هاي الفراولة اليوم الفراولة دينارين ونص دينارين وسبعمية دينار ثمانمية الكارتون مع الضريبة موجود البطاطا 20 كيلو بأربعين